يا مرحبا فيكم الله يمسيكم بالخير إن شاء الله تكونوا تمام أموركم كلها على العال تجيني أسأل كتير كيف بتركب عطرين مع بعض أو شو هي التركيبات العطرية الناشحة أو كيف بتنجح معي التركيب العطرية أو بركب عطرين وبيطلع ريحة مانا مزبوطة أو مزعجة لكل الناس اللي بيشتغلوا بهذا الفيلد خلينا نقول بهذا المجال أنا مو مع تركيب خلطين مع بعض ولكن ببعض الأحيان تنجح تركيب خلطين مع بعض وبطلع شي واو ومرتب ولكن يلي بدو يلحق يعني الإشياء القانونية يلي بتعلق بالإفرة وغيره بدو يكون عم يعمل حسابات تمام لمكونات المواد اللي مسببة للحساسية بهل عطرين لحتى يعرف أنه ما تزيد عن النسب المسموح فيها لأنه في مواد من الإفرة ما ممكن أو ما بصير تتعدها للناس يلي ببلد مثلاً عم تتابع موضوع الحساسية وغيره وللأسف يعني اللي بلاحظوا أنه بأغلب يعني بلادنا ما موجود هذا الكلام ولكن للناس اللي عم تترزق وعندها محل يعني تركيب عطور أو غيره وبالدخل طاط معينة وغيره فيه مكون يعني يعتبر سحري نجح بكتير من الخلطات معي ويعني الناس ممكن تنصح فيه للناس اللي بتشتغل بالتصميم أو تصميم العطور يلي مستعجل كتير هذا الفيديو مش رح يناسبه واللي بده يتعلم ويستفيد أو أنه ياخد فكرة وبعدين يقرر أو يعطي رأيه كمان بتمنى أنه يكفي معنا لحتى نقدر يعني نعطي هذا الموضوع نوعاً ما حقه هلأ من الخلطات يلي رح جربها اليوم يعني رح جرب لكم خلطة وما تعتبروها أنتو يعني أنتو ما تعتبروا أنه هاي الخلطة هي الخلطة السحرية ولكن بده يكون هذا الموضوع متعلق أنتو كيف بدكنوا تشوفوا يعني أو تحسوا بالريحة وتقولوا هذلول العطرين يعني بيشبهوا بعض أو إقراب لبعض ممكن ينسجموا مع بعض هذا العطر ممكن مثلاً يطلع واو بعد فترة من الأشياء اللي كمان بدي نبه عليها إذا أنتو عملتوا الخلطة ونشحت معكن لقيتوها على عين صغيرة يعني كويسة وممتازة وتركوها لفترة من الزمن يعني ما يقارب مثلاً ستة أو سبع أسابيع بعد هيك جربوها إذا كانت ناشحة لأصحاب المحلات بنصحوا يعمل خلطة كبيرة منها بنفس النسب على نسب أكبر يعني مثلاً حط فرضاً من هذا النوع أربعة ومن النوع الثاني ستة ونشحت معه وجرب بطريقته أنه هاي أنجح شي طلع معي بيروح بيعمل منها كمية كبيرة ولكن إذا أنت جربت هاي الخلطة ولقيتها من الخلطات الناشحة وكويسة عملها على كمية كبيرة وبس تعملها على كمية كبيرة لازم تروح تجرب أنه بعد هذا بتحطها بالفريزر ست ساعات سبع ساعات يوم وبعدين بتفلترها بتصفية لحتى المواد الكريستالية ما بعرف إذا هلأ بقدر فرجيكم إياها لحتى المواد الكريستالية تروح هلأ إن شاء الله بفرد لفيديو كامل شايفين هلأ هون هاي مواد الكريستالية بقاعل هذا مترسبة هاي بيدها فلترة لوقت تشتغل بالفاينل برودكت تبعك لحتى ما يكون يعني الناس تفكروا بجودة سيئة خلونا نشوف كيف بدنا نشتغل ورح حاول هلأ أقرب لكم الكاميرا بطريقة سريعة وما بدنا ناخد وقت فيها كتير حسنا؟ عن جديد إن شاء الله يكون بس الصورة هيك واضحة ومانا مشوشة رح أخد خلطين من عبارة عن الشانل الور رح نحط منه سبعة ورح نحط من السوفاج شبيهه وشبيهاتي يعني طبعا عم محكي ثلاثة ميلي هيك تخيلت الخلطة وطلعت خلطة ناجحة هلأ هذا الميزان هذا الميزان بزين ميلي جرام بأجزاء ميلي جرام ثلاثة أجزاء ميلي جرام يعني ثلاثة صفار بعد الفاصلة هذا الأوزان الكتير كتير دقيقة بنشتغل فيه بالأرومة كيميكال وما شابه ذلك يعني اللي بدنا نحنا أجزاء مثلا صفر صفر واحد أو صفر صفر اثنين وهيك وهذا بزين بيلي جرام بأعتقد هلأ رح نشتغل فيه بطريقة تانية هذا فأنا عندي الخلطين اللي بدي أو الزيتين اللي بدي أعملهم خلط وهذا اللي فرجتكن يا المواد الكريستالية كيف بتكون شاله بعمل لفيديو نحكي عنا أكتر هلأ الخلطة اللي بدي ساويها هرح حط سبعة وليكن هلأ هذا الوزن عندي هاي خمستاشر جرام هون بصفره وباخد منها هادي باخد منها سبعة هلأ هيك صار جرام ونص ثلاثة وهيك لا السبعة جرام طبعا الميلي بيختلف عن الجرام هلا هيك أخدنا سبعة جرام رح ناخد هلأ من هادي ثلاثة جرام بيكفه يعني للعشرة بس بديو شوي صغيرة بصيرو عشرة هاي الخلطة متل ما حكينا بالمقدمة هاي الخلطة ضروري ضروري ازا بتكون تساووا منا ونشحت معكم بكميات صغيرة ضروري انو تعملوها بطريقة كميات كبيرة وبعدين تحطوها بالفريزة وبتفلتروها يعني خلوها تتفلتر هلا هيك صار عندي عشرة جرام هلا الخليط اللي المفروض يربط بين هالزيتين ويمكن على المدى البعيد مو على المدى القريب اللي هو الايزو اي سوبر راح حط منو اثنين ونص ايزو اي سوبر هلا عندي هون عشرة المفروض يصيرو عندي اثناش ونص الايزو اي سوبر مهمته الاساسية بلندر يعني بيمسك لزوت مع بعضه يمكن ما يكون على المدى القريب يعني يمكن يحتاج لفترة تقريبا ست اسابيع وكمان من الاخوة اللي بيعرفوا بهذا الموضوع ان شاء الله بيفيدونا وبنحكي ايك نقاش بنستفيد كلنا من بعض هلا هيك صار عندي اثناش ونص بيجي لو هون على هذا الميزان المفروض انه هذا الميزان يعطيني خمسين هذا الميزان ما بقيس لانه الازازة هي كتير تقيلة او ممكن مثلا كفي الكحول بهاد على سبيل المثال راح نروح لهذا الميزان بنصفره وبعدين بنشوف قديش طلع وزنه هون وبينكفي بنكفيه على الخمسين هلا هون عندي 22 جرام المفروض انكفيه على الخمسين هلا انا معالج الكحول يعني ما بحط اكوا ووتر وهذا يلي بحب يحط واحد جرام اكوا ووتر بمشي الحال كمان هاي صار عندي خمسين هلأ هاي الخلطة ما بعرف اذا لابح عليكم هلأ هيك هاي هلأ بعد ما خلطتن مفروض هلأ بالانينة هلأ بالانينة يعني بخليهن ليش هم قلكن انا متأكد من الزويت اللي عندي يعني ما فيها مواد كريستالية وبودرية خلص يعني عبيت و بعبيه بالانينة وخلصها هلأ هيك سعارة الانينة خمسين تقريبا مليانة في عواصف كتير برا عنا وبعدين بحط خلص السبراير هلأ بفرجيكم في طريقة بساوية عندي أنا لحتى يعني إن رجوا هول مع بعضهم أنا آسف رح فرجيكم هاي الطريقة هيك إن شاء الله تكون مبينة هذا الرجاج عندي نرى فيني كمانا يعني ما ضرورى يصارعوا هاد على الأقل شي بحطوه خلص برجهم وبعدين هذه الخلطة بتكون إن شاء الله جاهزة وهيك إذا شايفين خلطة كتير حلوة يعني بحب يجربها هلأ ميزان الحرارة هذا الميزان خمستاش مثلا هاي هاي ستاش حرارتها مثلا الكحول اللي بها ده باخد كمان إذا بدي حرارته هاي خمستاش فاصلة اثنين يعني من حرارة الغرفة تقريبا مثلا حرارة الحيد ستاش فاصلة واحد هيك باخد الحرارة كمان أتأكد كمان وقت يكون فيه مواد حاططة أنا بالفريزة أو بدي سخنها هون إذا الخليط تبعي ما بعرفي زنبين عليكم هاي بتدفي بدرجة حرارة تخمر اللبن فأنا في عندي هون عينات بحطها يلي بدها يلي أصلا بعرفها الأرومة يلي بتحتاج انه تتخمر لوقت طويل أو تاخد فترة طويلة شوي بالتخمير بحطها هون بعطيها شوي تحرارة بدرجة حرارة تخمر اللبن لفترات لفترات يمكن بتقل المدة ساعتها بدل ست أسابيع ممكن بثلت أسابيع بتكون إن شاء الله جاهزة هاي بس بدون ما يكون فيها كحول يعني بس الأرومة كيميكل اللي بخلطهم مع بعض و بساوي هون بحطهم هون لحتى تاخد درجة الحرارة هلا هالدرجة الحرارة بتخمر اللبن هيك حرارة بتعطي أكتر منها بعشر درجات تقريبا وهيك كان الفيديو معنا لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا للناس اللي بتحب تخلط خلطين مع بعض هاي من الخلطات الحلوة كتير بس دايما بدلوقت أي شي بدنو خلطو بده وقت هلا فيه ناس بالمحلات دغري يعني بتبلش يعني تبيع أو انه يعني تعتبر انه هاي الخلطة خلص جهزت وفيه ناس لا بتستنى عليها إذا عملت كميات كبيرة فيكن تستنوا عليها اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب محبتي لقلكن بأمان الله